بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين الحمد لله نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة المتوسطة لصفوف التربية الفكرية الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني المادة لغة انجليزية وموضوع الدرس إثراءات بمعنى أننا سنقوم بمراجعة جميع الدروس التي تناولناها خلال الفصل الدراسي الثاني معكم إلهام الهوش قوانين التعلم الإلكتروني قوانين الصف هي ننظر جيدا إلى الدرس listening ears آذاننا تصغي وتستمع إلى ما يقال quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في الدرس helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم يد المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة قلنا بأننا سنقوم بمراجعة الدروس التي تناولناها خلال هذا الفصل من يتذكر ما هو الدرس الأول lesson one is greeting من يتذكر معنا كلمة greeting greeting hi bye hello good bye good morning ما هي هذه العبارات عبارات التحية great job أحسنتم يا طلابي إذن greeting تعني التحية excellent في هذا الفصل تعرفنا على تحية جديدة وهي good morning ماذا تعني good morning متى نقول good morning هل نقول good morning في الصباح at the morning أم في المساء at the evening morning or evening morning excellent إذن good morning تعني صباح الخير نقول good morning في الصباح at the morning نصيل بهذه الطريقة listen to is numbers الدرس الثاني بعنوان numbers من يتذكر ماذا تعني كلمة numbers number one number two number three four five six seven eight nine excellent العد أو الأعداد great job إذن numbers تعني الأعداد تناولنا الأعداد في هذا الفصل حتى number four fourteen great job في هذا التمرين سنقوم بالتوصيل بين الأعداد والمجموعات الصحيحة والمناسبة فلنبدأ بعد المجموعات المجموعة الأولى one two three four five six seven eight nine ten ما هو العدد الذي يلي number ten eleven seven great job twelve excellent thirteen four fourteen great job where is number fourteen number fourteen أحسنتم this is number fourteen المجموعة الثانية one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve great job thirteen where is number thirteen excellent this is thirteen رائعين يا طلابي هل انتهينا من هذا النشاب great job lesson three is letters من يتذكر ماذا تعني كلمة letters letter a letter b letter c letter g capital letters small letters الحروف الحروف أحسنتم إجابة رائعة من يتذكر الحرف الذي تناولناه خلال هذا الفصل it's letter g repeat after me g g g g excellent great job نفتح الكتب على التمرين الثاني practice number two trace ماذا تعني كلمة trace نكتب على النقط let's start لنبدأ بالكتابة is this capital or small letter g capital or small capital أحسنتم الآن نكتب small letter g g great job أحسنتم يا طلابي listen for is my city ماذا تعني كلمة city my city is riyadh what is your city what is your city city تعني المدينة great job أحسنتم حين أقول my city تصبح الكلمة مدينتي excellent تعرفنا في هذا الدرس على بعض الأماكن في مدينتنا مثل ماذا in english باللغة الإنجليزية سبق وأن تناولنا هذا الدرس هنا كلمة mosque ماذا تعني كلمة mosque 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 نشاهد هذه الصورة ماذا نشاهد هنا المصلين great job where are they ما هو هذا المكان what is this place it's a mosque ماذا تعني كلمة mosque تعني مسجد أحسنتم repeat after me mosque 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 excellent الكلمة الثانية هي supermarket ماذا تعني كلمة supermarket نشاهد الصورة what is this place ما هو هذا المكان فواكه خضروات لحوم البان وهنا أشخاص يقومون بالتسوق what is this place repeat after me supermarket 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 أحسنتم إذن كلمة supermarket تعني مركز التسوق practice number two match ماذا تعني كلمة match تعني نصل نصل ماذا بماذا الكلمات ب الصور المناسبة mosque where is the mosque mosque great job أحسنتم mosque تعني المسجد supermarket excellent رائعين يا طلابي listen five is my house الدرس الخامس بعنوان my house ماذا تعني كلمة house house تعني بيت أو منزل great job سبقوا أن تعرفنا على بعض غرف المنزل في الماضي مثل ماذا living room ماذا تعني living room غرفة الجلوس bedroom تعني غرفة النوم وفي هذا الفصل تعرفنا على مكان جديد في المنزل وهو kitchen ماذا تعني كلمة kitchen تعني فلنظر للصور kitchen تعني المطبخ أحسنتم so circle the kitchen نضع دائرة على ماذا المطبخ great job the kitchen repeat after me kitchen kitchen excellent recommendations أو التوصيات do your homework نحل الواجب المنزلي ما هو الواجب المنزلي في درس الإثراءات نقوم بمراجعة جميع الدروس جميع الأنشطة وجميع التمارين التي تناولناها خلال هذا الفصل هذه المراجعة لا تغني عن تصفح الكتاب ومراجعة جميع التمارين لذلك لابد من القيام بهذه المهمة practice نتدرب كيف نتدرب على درس الإثراءات نقوم باستخدام التحية باللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة ومناسبة good morning نستخدم هذه العبارة بشكل جيد ماذا أيضا في درس numbers نتعلم العد حتى number 14 وعلى كتابة الأرقام حتى number 14 الدرس الثالث كان بعنوان letters نتعلم نطق letter G بشكل صحيح وعلى كتابة letter G بشكل صحيح وعلى استخدام كلمات تبدأ بletter G مثل كلمة girl والتي تناولناها خلال هذا الفصل أيضا نتدرب على نطق بعض الأماكن في مدينتنا مثل mosque supermarket وعلى تمييز شكل الكلمات mosque supermarket ماذا أيضا تسمية غرف المنزل وفي الفصل الدراسي الثاني تعرفنا على kitchen نتدرب على نطق كلمات kitchen بشكل صحيح listen to an English language نستمع دائما إلى اللغة الإنجليزية درس اليوم كان إثراءات ومراجعة لجميع ما تناولنا خلال هذا الفصل الدراسي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته